السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي وابنائي اليوم سنتطرق لواحد درس المستوى الثالث ابتدائي كيف كيفية ايجاد العدد المناسب الناقص في عملية الجمع او الطرح يعني كنت كلح دائما بزاف ديالناس خصوصا يعني الناس اللي حسن العوان لما عندهمش امكانية باش كيدروا المراجعة كيلقوا صعوبات مع ولداتهم يعني خطرت هذه الفكرة على بالي وقلت لماذا لا اقدم ما اعرفه ماذا من انسان في هذه الدنيا فليعطيها الخبرة دياله للناس اجمع فهذه لها اجر عند الله سبحانه وتعالى فنبدأ بسم الله بيعطى الامثلة هنا عندنا ثلاثمائة واثنان واربعون زائد واحد العدد هنا ركن ناقص اعطنا سبعمائة وسبعة وسبعون فلمعرفة العدد هذا العدد الناقص نبدأ من الاثنان اثنان زائد كم يعطينا سبعة فنحن اذا فكرنا جيدا وبهدوء فدائما اطفال نعطيهم الامان حينما يكونوا في مراجعة دروسهم يعني بشوي يعلينا والوليدات كيبغيوا دائما حين يحسون بالامان كل بالهم كل الانتباه ديهم كيكون معاك اذا اثنان زائد خمسة تعطينا سبعة ثم اربعة زائد واحد العدد يعطينا سبعة اذا اربعة زائد ثلاثة هي سبعة ثم تلاثة زائد كم يعطينا سبعة يعني بطريقة بسيطة ثلاثة زائد أربعة نمر الى مثال تاني ثمانمائة واثنان زائد واحد العدد اعطانا ألف وخمسة واربعون إذا لاحظنا اثنان نضيف لها كم تعطينا خمسة تعطينا خمسة اذا نمش شوية اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة ثم عندنا سفر زائد كم يعطي أربعة إذا سفر هي لا شيء إذا كم سنضيف له سنضيف له أربعة ثم اثنان زائد كم يساوي عشرة عفوا ثمانية زائد كم يساوي عشرة إذا لدينا ثمانية فنشوفوا سنضيف لها كم سنضيف لها حتى تصبح عشرة إذا ثمانية زائد اثنان تساوي عشرة ثم عندنا تسعمائة وأربعة وثلاثون زائد مئتان وستة أعفوا تسعمائة وأربعة وثلاثة زائد كم يساوي ألف ومئة وتسعون عندنا أربعة ثم إذا أربعة نضيف لها كم تساوي سفر إذا لا يمكن أن نضيف أربعة نضيف لها عدد ومازال غير دينا سفر لا إذا أربعة تغطينا هذا العدد غير يكون هو عشرة لأن العشرة في وحداتها سفر إذا أربعة زائد ستة تساوي عشرة نكتب السفر ونحتفظ بالواحد والاحتفاظ لا ننساه إذا ثلاثة زائد واحد أربعة زائد كم تصبح تسعة يالله بشوي يعلينا إذا أربعة زائد خمسة يساوي تسعة ثم عندنا هنا تسعة زائد كم يساوي 11 يالله نحسبو يالله كلنا تسعة زائد اثنان يساوي 11 هذا هذا بنسبة لعملية الجمع نمر إلى عمليات الطرح إذا نعضروني لأنني أتعامل فقط بوسائل المتواجدة لدي وأنا مبتدئة في هذا المجال إذن 936 ناقص كم تساوي 34 عنا 6 عفوا ناقص كم يساوي 2 إذن يمكن أن أخذ 6 ونقص منها 2 فتبقى 4 إذن نتيجة هنا هو 4 ثم عنا 3 ناقص كم تساوي سفر إذن 3 ناقص 3 تعطينا سفر وتسعة ناقص لا شي تبقى تسعة مثال ثاني عنا هنا كانت نقط وعنا ناقص 641 بقيت 123 ممكن بحط طريقة بسيطة جدا قلت في البداية أن عكس ناقص هي زائد إذن ممكن أن أجمع هذا العدد مع هذا العدد يعطينا هذا العدد إذن 3 زائد 1 أربعة وأربعة زائد 2 تساوي 6 و6 زائد 1 تساوي 7 لنتحقق من هذه الطريقة إذن 4 ناقص 1 هي 3 و6 ناقص 4 هي 2 و7 ناقص 6 هي 1 نمر إلى المثال الأخير عنا 306 ناقص 1 العدد القتل 208 إذن 6 ناقص كم يبقى 0 إذن أي عدد ننقص منه نفسه فهو يبقى 0 إذن على 5 تفاحة يبقى 0 يبقى سفر في النتيجة إذن 6 ناقص 6 يبقى 0 هنا لدينا سفر ناقص 1 العدد يبقى 8 إذن هنا أتلي 10 نحتفل بالواحد إذن 10 ناقص 8 يبقى 2 ثم 3 هذا الاحتفاظ لا ننساه لا ننساه هذا الاحتفاظ هذا الاحتفاظ لا ننساه إذن 3 ناقص 1 يبقى 2 نعيد العملية بطريقة مباشرة 6 ناقص 6 0 0 0 0 2 لا يمكن لأن 0 أصغر من 2 نحتفل ونرجع الاحتفاظ طبيعة الحال لا تسلف نمع عن شي واحد خاصنا لا أبدو نرجع للسلف دياله إذن 10 2 يبقى 8 ثم 3 1 يبقى 2 إذن هذا هو درسنا لحصة اليوم أتمنى أن يكون قد أفادكم بعض الشيء وأنا متأكدة أنه سيفيدكم إن شاء الله وأعرف أن هذه الفترة فترة صيفية ولكن ولو 5 دقائق من وقتكم كل يوم فلابد تأخذونا إفادة عواض ما تنعرف أن لا بدك تلعبوا في تليفون إلى آخره ولو مرة 5 دقائق إلى آخره مع أبائكم فسوف تستفيد إن شاء الله أنا كل يوم أطرح بعض الفيديوهات هكذا تعليمية في مادة الرياضية وفي مادة الفرنسية وتمنى أن تروقكم وأن تجدوا فيها الإفادة إن شاء الله ولا تنسوني من صابوني صابوني اضغطوا على صابوني وشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة للجميع واضغطوا على جيم هذا أصبع جيم وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير وأتمنى لكم حدا وافرا إن شاء الله وأن يكون مستقبلكم ظاهرا بحول الله ومن سار على الدرب وصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم